مرحبا كفر لكم أصدقائي الرائعون سوف نتحدث عن OnePlus Nord N100 والجهاز سوف يكون من الفئة الاقتصادية والذي لا يعرف شركة OnePlus هي شركة بتاعها جدا أجهزة قوية لكن بسعر رخيص وهي البلشة تسالفة أن الهواتف اللي هو قاتل لهواتف الرائدة وهيك لكن الشركة شوية غير سياستة أنا مستر إي و سوف نردس عن هذا الجهاز الجهاز سوف يكون مصنوع من البلاستيك بشكل كامل من الزجاج سوف يكون غوريلا غلاس سري من الأمام شاشة 6.5 إنش تعتبر جدا عادية من نوع IPS LCD بلقة HD Plus لأداء أيضا سوف يكون متواضع في الجهاز الرخيص سناب دراجون 460 مع 4 جيجا بايت رام و 64 جيجا بايت كساعة تخزينية والجهاز سوف يمتلك بطارية كبيرة 5000 ميليامبير بتدعم شرحن السريع 18 واط من شرحن كثير سريع ولكن فعلنا USB Type C و شرحن سريع بايد السفر فالوضع كويس الكاميرات سوف تكون جدا عادية 13 ميجابيكسل ككاميرا الأساسية وأما السيلة سوف تكون 8 ميجابيكسل بساعد الكاميرا الأساسية كاميرتين يعتبروا ما كتير إلون معنا فهنا بضقة 2 ميجابيكسل واحدة إنشان المايكرو إنشان تصور أجسام جدا قريبة والثانية إنشان تساعد بالبورتريت مود وبس هيدا هو الجهاز أخبركم في التعليقات كيف تعتدوا هيدا الجهاز بتعتدوا مثل ما أنا شايفوا إنه ما كتير كويس بالنسبة لسماعة One Plus بالأجهزة القوية لكن رخيصة؟ أو بتعتدوا إنه الجهاز عجبكم وشكل الجهاز والتصميمه باللون المطفي هيك؟ أخبرونكم في التعليقات شكرا جزيلا مشاهدة أصدقائي الرائعون شوفكم في فيديو جاية سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة